قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف وقت مبكر من اليوم فيما أشارت إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمر 23 من أصل 33 سلاحا جويا أطلقتها روسيا من بينها 25 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز وصاروخ باليستي من طراز إسكندر وضف الجيش الأوكراني أنه وجوما على منطقة أودسا أسفر عن مقتل مدني ونشوب حرائق وتسبب في دمار في ميناء إسماعيل أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا